وحول تأثيرات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي قال الرئيس عبد الفتاح سيسي إن المناقشات مع المستشار الألماني قد تترقت إلى الوضع الاقتصادي الصعب الناشئ عن الأزمة الأوكرانية خاصة على صعيد الطاقة والغذاء في العالم كذلك التأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق بسبب الأزمة وأكد رئيس سيسي أن الوضع الحالي يتطلب التحالية بالمسؤولية لإيجاد حلول علمية تخافف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضرران تترقت مناقشاتون اليوم كذلك إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها أسواقهما بسبب الأزمة واتفقنا على أن الوضع الحالي يفرض على كافة الفاعلين الدوليين التحلي بالمسؤولية لإيجاد حلول وأليات عملية تخافف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضرران تنولت مباحثاتون اليوم كذلك عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تمس مباشرة الاستقرار والأمن على امتداد منطقتنا حيث أكدت المستشار شولتس أن مصر انطلاقا من دورها ومسؤوليتها التاريخية في محيط الإقليمي عزم على الاستمرار في بزل جهدها الصديقة بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء لتسوية الأزمات ومعالجة مسببات التوتر في المنطقة اشتركوا في القناة